تحب تتكلم لقتي على هدف كاربا وتتكلم على حاجة على هدف كاربا؟ لأ هناخد أخطاء بقى دفاعات الأهلي النهاردة النهاردة الهدف ده ما كانت شهية الغلطة الوحيدة مالكات الجريمة الوحيدة كان فيه كوارث في الدفاعات النادي الأهلي النهاردة كمل بقى دي الأولانية وخليني أقولك على لقطة طريفة جدا أنه لما يكون لمدة 45 دقيقة لم تصوب تصويبة واحدة وقت العادة بتاع الكرة دي وانت ممشي بس وقف هنا الكرة دي من رمي ربيعة بالمناسبة من رمي ربيعة لأنه قلوا لأن الشيناوي عينه مفتوحة ووقف صح الكرة دي كانت ممكن تبقى هدف عكسي دي التصويب الوحيدة يا كريم لك أن تتخيل أن مباراة طرفها النادي الأهلي والداخلية تصويبه وحيدة على المرمى ما بين القائمين والعرضة طوال 45 دقيقة للأهلي والداخلية هادي للداخلية للداخلية أصلا بأقدام رمي ربيعة بأقدام رمي ربيعة طوال 45 دقيقة كامل الحالة اللي بعدية واقف هنا واقف هنا واقف هنا احنا قلنا من شوائف العجمة اللي فاتت تكلم إيه اللي بيحصل لعيبة وسط ملعب النادي الأهلي والأظهرة في الريباوند أو في العودة لما راك الأماكن الارتكاز بطيئة جدا مشكلة كبيرة جدا خاصة في ظل الحالة الغير جاهز اليو ديانج واللي بيمر بحالة من لا توفيق في الاربع خمس مباريات الأخيرة مؤثر بشكل كبير جدا بص بقى ارجع كمل بقى كمل عادي كمل عادي كمل على حركتها الطبيعية بص الرجل ده اللي هو له نخط قرار غلط بالتصويب يا كريم اه اللي العشرمال اه اللي العشرمال ده جول اربعة على اتنين كمل كمل اللي بعدية بص بلا أي فائدة بص الرجل مساحات وشوارع في خطة فعي النادي الأهلي وعودة برضو متأخرة والكرار خطر بالتصويب كمل اللي بعده اللي بعده الحالة اللي بعدها بص كل ده انا بكلمك على هجمات لفرقة الداخلية يا كريم اللي بتلعب منقوصة كل الهجمات دي والداخلية منقوصة من اللاعب ودي لقطة الجون طبعا كمل شرحنا لقطة الجون كملها عادي على سرعي طيب هاتل الحالة اللي بعدها على طول هاتل الحالة اللي بعدها لنفس اللاعب يا كريم رشيد احمد رشيد اللي نزل كل الحالات اللي جاء دي بعد الهدف اللي جاء في الديال 89 طب نشوف بقى في الوقت بدلت ضايع بس كان فيه ايه كمان يلا هاتل الحالة اللي بعدها عطول هاتل الحالة اللي بعدها لها كان نسائل جدا انت تخطف المباراету ده اللي قاله الكابتن عداء عبدالعلم معايا على التليفون ده بمنتهى البساطة ده انت انا انا جابه لك ده للقطة الداخلية كان في الوقت بدل الضايع بعد الهدف اللي تم تسجيله هاتل الحالة اللي بعدها على طول ابص يا كريم دي برضو الراجل بيستلم بيلف برامي تاني بلف برغامة رابعة تاني لفة الراجل بيسيبه بيشوت الكورة بمتالقة ريحية كان ممكن جداً إنه يكون كوري الجول الحالة اللي بعديها لرشيد أحمد رشيد ووقف معلش فريم لمدة عشر سواني ووقف بصة كريم كم لعيب جواد 18 من النادي الأهلي اتنين أربعة ستة سبعة والتامن أفش على التمنتاشر سبعة لعبين من النادي الأهلي تلات لعبين من الداخلية واللعيب رشيد أحمد رشيد يلف بياسر إبراهيم ويخش يحطر شكل ده كمل ووقف هنا بس تامي لي ياسر يعني ياسر في اللقطة دي أنا إيه اللي يخليني يخلي وشي للجون ما أنا لو عامل البوكسينج آوت بلوجة الباسكت صح وحاجز المهاجم صح أنا اللي أطلع أخذ الكورة هاخد الخطوة ما استناش الراجل يخش وابقى أنا واقف سبعة لعبين ووقفين ما بيعملوش أي حاجة رقابة سلبية تماماً الراجل اللي قطع على الأرض القريبة ده كريم واقف لوحده سبع لعبين وتلاتة من داخلية ولعبين داخلية بيحطاها كانت جون مؤكد بنسبة تسعين في المية لأنها قالش كنا على ويش رجل رشيد أحمد رشيد اللي حالة اللي بعديها على طول ودي كان مجمل أعمال النادي الأهل الدفاعية النهاردة والتنظيم اللي كان سيء لم يخطئ قوله أبداً أبداً في تصريحه في المؤتمر الصحفي لما قال وخلينا أقول لك كواليس اللي الرجل قاله اللي قاله من النهاردة أنا مفارب بيه الرجل قال لهم إيه في قط اللبس النهاردة قال للعيبة إيه في قط اللبس لكن الرجل لم يخطئ أبداً يا كريم لم يخطئ أبداً لم يقال أن دي أسوأ مباراة قدرتها للمجموعة دي أو أسوأ مباراة لعبها الأهل تحت قيادتي خلال مسيرتي التلاتين ماتش تقريباً ما يقارب التلاتين ماتش اللي خدوا مارسي الكل